السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم النهار ده باسن الله هنعمل معاكو الحسبة كده يعني بالHTML وCSS من غير اي اسكريبتات او من غير اي جاباسكريبت او بي اتش بي يعني مجالة تصميم كده مش اكتر ولكن ده هيفيدنا بعد كده لما ندخل في دروس الجاباسكريبت او البي اتش بي هنكون التصميم فاهمينه عشان نديله البي اتش بي اتش بي او الجاباسكريبت عشان نديله اسكريبتات بتاعتنا تمام؟ فهنبدأ ملف من الاول هنسميه مسلا ماي كعساس ماي كالك يا كباتر يعني نضبط الدنيا كده وهنعمل دة لاس وياب وليكن كونتينر ما هو بتاعنا وبعد كده وعشان نفهم الفورم دي يا جماعة هنبطل نفتح بتاعتنا اللي هي على الويندوز هنا دي. طبعا? هنا فيه في اللي هي على الويندوز فيه هنا مكان انت بتدوس على الزرار بتاع الرقم فبيزهر لك فيه. ده تاكست. طبعا? والزرائر دي او زعبية يعني طبعا? وبتدوس انت كده بتظهر لك هنا. احنا فهمنا ان احنا عندنا وبعد كده الزرار دي بالشكل ده. خلينا بقى من الحسبة وين نبدأ هنا. عندنا وين نديله زيرو على اساس البيت القيم الاساسية اللي مفيش يعني اي قيم دخلت لها تمام? وبعد كده ايه خلونا نرجع تاني الان حسبة عشان نفهم. هنا انا ببدأ من الشمال فبقى اغد سبعة تمانية تسعة وبعمل كده بعمل سطر اربعة خمسة ستة واحد وهكذا بالشكل ده تمام? واحد اتنين تلاف. هنا هيكون سبعة بعد منه هيكون تمانية بعد منه هيكون تسعة بعد كده ينبت بالشكل ده اربعة تمام القيمة اربعة وبعد كده خمسة وهي بعد كده ستة بالشكل ده وبعد كده نفس الكلام ننبت طيب وغاليو واحد وبعد كده وبعد كده تلاتة وفي الاخر خالص نرجع تاني الان حسبة في الاخر خالص بيكون فيه سفر والباينت والبلاس او على طول طبعا ما حسسنا حميشين تلاتة بالشكل ده فهلت دي طيب اللي هو زيو وبعد كده الوينت ويبعد كده علامة طيب نعمل سايف تسميها سايف وبعد كده نشوف الدنيا بقت ماشية ازاي بالشكل ده اه بقت عندي بالشكل ده اه دي البوتنز بتاعتي وادي معنا بالشكل ده هنروح بس نضيف هنا كده على كل واحد في اخره العلاجات الحسابية يعني هنا مسلا اه المعقص وزائد لأ طبعا نخليها الطرف الاخير هنا ممكن نضيف وهنا برضو بنفس الفكرة طرح آآ يعني العلامة الاسمة وهنا تمام بالشكل ده ممكن ندي لها الضرب بحيس تبع معنا بالشكل ده بحيس تظهر معنا هنا كده بالشكل ده تمام بعد كده هنبدأ السي اس اس ملف جديد هنسميه ستايل دوت سي اس اس ستايل دوت سي اس اس تمام يتي اف داش اي وهنستدعي الملف في الصفحة بتاعتنا ويسمينا ستايل دوت سي اس اس هنبدأ اول حاجة عندنا اللي هو الكنتينر الكن كونتينر هو مش هترفل اي عني ولكن اي خلونا منها لا اساس الاسم تمام الكنتينر ده هندي له هندي له ويت ياخد اربعين بالمية من الصفحة هنديه في المنتصف ويممكن قدي ببعض بحيس تبع معنا بالشكل ده وهي ممكن ندي خمسة بحيس تبع معنا بالشكل ده بعد كده عندنا الفورم ممكن قدي لها الفورم اه بتاعت الفورماتر ده الابير وهي مش عايز اكتر من كده بعد كده هبدأ في الانبوت انا عندي الانبوت اه نوعين او النوع اللي هو ما فيش اير واحدة بس والتانية اللي هي طايل امبوت تمام فانا هاخد دي وابدأ قديها تعريف لو عدها كده خاص عزرا بالتعريف ده كده فهنا هدلها لحيس تبع معنا بالشكل ده وهدلها خمسة وتسعين في المية مسلا ارتفاع مثلا ستين بيكسل خمسة وخمسين بيكسل بالشكل ده وهندي لها تمامتاشر بيكسل تمام بحيس انك لما بتكتب بالشكل ده او ارقم ما هكتبقه بالشكل ده طبعا كويس لحد هنا اه تمام ممكن اشين البوردر ده البوردر طبعا دي الشكل ده بعد كده ال او 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 ادي لها تمام? او نخلي نخلي له بوردر واحد بالشكل ده. تمام? ولي هندي وليكن اشوي بيكسل بالشكل ده. هندي هنا من على تسعة بيكسل مسلا. عساس ينزل كده تمام عن آآ ما يكونش بالشكل ده. تمام? ويتعون نزود خليه نصر اربعة ورشين في المية. تمام بحيس ده معنا في الشكل ده. ونزود هنا ياخد تمية وتسعين في المية. تمام بالشكل ده. هنطيله بالشكل ده. بعد كده عندنا آآ المعاملات الحسابية اللي هي المعاملات الحسابية دي فانا هاتيها خاص لوحدها كده وهسميه مسلا يعني. هاخد ده كده وعند كل معامل حسابي هاتي له ده. هبدأ تعريف ده. هاتي له باكراهون. بحسبة مختلفة عن الباقي بالشكل ده. طبعا? بحسبة معنا بالشكل ده. طبعا? ويتعالوا ندي ان لما اجي ادوس بالزرار على الزرار كده. ان لما اجي بالزرار على ده. الكيرسور يتحول الى بحسبة بالشكل ده. طبعا? وتعالوا ندي ان الامبوت لما اجي عليه فوكس. فخليه يشيل البوردر بالشكل ده. بحسبة لما اجي على الزرار يتشال ويكون كل زرار كده بالشكل ده. تمام? طيب. في حاجة تانية كويسة كده اللي هو آآ ان انا لما اجي ادوس هنا كده. آآ لما بدوس ما بيطلعش القيمة ما بتطلعش تتكتب هنا كده. ليه? لان ده مجرد تصميم. مجرد بس كده. حاجة يعني ما فيهاش اي ديناميكية او تعامل. بس ان احنا لو حزين نخلي انك لما تضغط هنا كده القيمة تطلع. تمام? تطلع تضاف هنا كده يعني. فممكن تعملها في هتدي هنا هتسميها مسلا. وهتدي الانبوت تكس دي وهتسميها مسلا التكست. لا بلاش تكست. خليها مسلا انصر. انصر تمام? وهتروح للقيمة اللي انت عايزها يعني انت عايز القيمة دي تضاف هتدي له وتقول له ان الكالك اللي هي اسم الفورم دوت انصر اللي هي اسم آآ آآ بالشكل ده يساوي القيمة وحط القيمة اللي انت عايزها القيمة دي سبعة بالشكل ده يعني دلوقتي لما تيجي تعمل وتدوس على سبعة تظهر معك انا بالشكل ده. تمام? طيب. في نفس بعد ما عملنا الريفرش ده لو دوست على تمانية مش هتظهر. تمام? ولو دوست على تزحى مش هتظهر وباقي الارقام لانك انت ما عملتش البسيط ده تمام? ولو دوست على سبعة برضو تاني مش هتظهر. يا بس تظهر ضغط مرة واحدة قويب لده. لان انت هنا لازم تيجي تدينه يساوي قيمة فهتدينه بلص يساوي بمعنى ان تاخد قيم زي ما انت عايز من السبعة دي بالشكل ده اهو. تمام? مش عايزين نروح فيها اكتر من كده يعني. فخلوها كده بالشكل ده وبعد كده ان شاء الله لما ندخل فيها هنبقى ندخل في كل الكلام ده. دي كانت الكاتر البسيطة بتاعتنا يارب بتكون فاتيتكم ويارب بتكون عجبتكم يعني لحد هنا يكون الدرس خلص ويا السلام عليكم وانت الله يوره الكاتف.